التاسعة مساء بتوقيت الجزائر بحكم المباراة قدم مباراة كبيرة جدا ما شاء الله ليه أعطاهمش الموافقة باش يلعبوا في بلدهم فقط أنه يستحق مكانه في المنتخب الجزائري وإن شاء الله السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو قبل ما نبدأ وما تنسوش أنكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنسوش تعطونا آراكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم مرحبا بكم كل الحب والاحترام أول شي نبدأ به في هذا الفيديو رح نتكلمه على المنتخب الجزائري كما راكو تشاهد معنا هذه الوثيقة الرسمية اللي انشرها موقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بخصوص موعد المباريات للمنتخبات الافريقية من أجل تصفية كأس افريقيا 2024 المقامة في الكوديفور وهنا واش يهمنا جمعين الجزائرية هو موعد مباريات المنتخب الجزائري كما راكو تشوف هنا في هذا الجدول أن المنتخب الجزائري أول مباراة رح نلعبوها يوم 23 مارس 2023 هنا في الجزائر موعد المباراة رح يكون بإذن الله على الساعة التاسعة مساء بتوقيت الجزائر بحكم أن المباراة رح نلعبوها في بلدنا ورح تكون ملعوبة في ملعب نيلسون مونذيلا في براقي الملعب الذي يعتبر حاليا أفضل وأجمل ملعب في إفريقيا نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري في أول مباراة له وأيضا ما ننسوش أن المباراة الثانية كذلك رح تكون مع منتخب النيجر وح تكون مباراة العودة ولكن للأسف هنا أن المنتخب الجزائري والنيجر ما رح يلعبوه في النيجر لأن النيجر ما عندهمش ملعب باش يستضيفوا فيها المنتخب الجزائري والاتحاد الإفريقي لكرة القدم ما عطاهمش الموافقة باش يلعبوا في بلدهم فقرر الاتحاد النيجيري أنه باش يلعبوا مباراياتهم كلها خارج النيجر وهذا المباراة ما بين الجزائر والنيجر رح يلعبوها في البنين لأنه البنين عندها ملعب ونتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري في هذه المباراة لأنها صعبة تكون في أدغال إفريقيا صحيح يجي نشوفه على الورق أنه المنتخب الجزائري يقدر يفوز على النيجر ولكن أرضية الميدان شيء مختلف تماما إن شاء الله اللاعبين يديروا اللاعب لهم وما يحقروش المنافس بالعين ويقولك هذا النيجر منتخب ضعيف صحيح على الورق ضعاف جدا ولكن على أرضية الميدان دائما هناك شيء مغاير تماما المنتخب الجزائري في هذا المجموعة وهذه التصفيات اللي احنا لعبوها تكاس إفريقيا 2024 المقامة في الكود ديفوار منتخب الجزائري شبه أنه متأهد رسميا إلى الكود ديفوار باش يلعب كاس إفريقيا ولكن هذه فرصة جمل بالماضي باش يجرب العديد من اللاعبين ويستدعى اللاعبين ويعطيهم فرصة في هذا المباراتين لح تكون تجربة جيدة لللاعبين تجربة ما يشوي مبارات يعني يودية ولكن في مبارات رسمية أمر مهم باش يدخلهم في الأجواء وبالأخص أن المبارات اللي رح تكون خارج الجزائر وتكون في أدغال إفريقيا دائما نعرف أن الأجواء تكون صعبة جدا سوى من ناحية أرضية الميدان من ناحية الصفر التعب من ناحية الرطوبة والجو والحرارة يكون مختلف اختلاف تماما على الجو اللي يكون في الجزائر أو على الجو اللي يكون في أوروبا بحكم اللاعبين يلعبوا أغلبهم في أوروبا نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري وإن شاء الله يديروا اللي اليوم من أجل تشريف الجزائر ورفع الراية عاليا وما ننسوش باش نتكلموا على النجمة الجزائري السعيد بالرحمة المتألق حاليا في الدوري الإنجليزي اليوم سعيد بالرحمة مع نادي ويست هام قدم مبارات كبيرة جدا ما شاء الله له قدم تنين أسيست تنين تمريرات حاسمة ساهم في فوز فريقه اللي فاز بنتيجة أربعة لسفر برافو على سعيد بالرحمة على المبارات والأداء اللي قدمه جميل جدا نتمنى أنه يستمر ويكون ثابت على مستوى ويزيد يخدم أكثر وأحسن وأحسن باشتير بثيقة المدرة بتاع ويست هام ودائما نشوفه متألق ويكون يلعب أساسي يعني اللاعب صراحة من طينة الكبار كنتكلمه على مهاراته على فنياته مستوى جد عالي شي اللي ينقص ممكن واللي كان ينقص سعيد بالرحمة هي ثيقة المدرب في سعيد بالرحمة مع نادي ويست هام نفس الشيء نقدرون تكلموا عليه هي الثيقة ما بين جمال بالماضي ما بين سعيد بالرحمة شفنا سعيد بالرحمة في المنتخب الجزائري تقريبا ما لعبش وقت كبير جدا جمال بالماضي ما عطاهش فرصة كبيرة جدا رغم أنه نشوفه بالليلي تعطاه فرصة كبيرة جدا ولكن بالليلي المدة الأخيرة في المنتخب الجزائري صار اللاعبا نقدر نقول شبه ممل ما يقدمش الإضافة فقط اللاعب يحكم الكورة يركز على مراوغات ما هيش إيجابية بل هي مراوغات سلبية تعطل اللاعب تكسر ريتم اللاعب وتخلي زملاء يتقلقوا منه سعيد بالرحمة العكس في نادي ويست هام يراوغ أو يدير مراوغات تكون مراوغات أمامية وتكون مراوغات إيجابية باش يتجاوز لعب باش يروح يسجل أو باش يمرر كورة لزميله ويجي منها هدف ولكن بالليلي صار صراحة بالنسبة لي مو مل والنيفو التي نقص وتراجع نوعا ما هذا وقت سعيد بالرحمة حاليا في المنتخب الجزائري ونتمنى جمل بالماضي يعطيه الفرصة الكافية باش نشوفه يتقلق مع المنتخب الجزائري انتا ولا انتي ولا أي واحد رأي شاهد فيها يعطيني مباراة لسعيد بالرحمة مع المنتخب الجزائري لعبها لتسعين دقيقة كاملة صدقني صعيب جدا باش تلقاها لأنها غير موجودة نهائيا نتمنى سعيد بالرحمة تتعطاله الفرصة لأنه لعب لازم نستفاده منه وكما استفدنا من بالليلي لازم علينا أيضا نستفاده من سعيد بالرحمة أنا كالناس ممكن يقولك في التعليق أنت ما تحبش بالليلي وتحب الرحمة شوف صديقي أنا نحب كل اللعبين الجزائري ولكن من يقدم الإضافة نحبه أكثر ونحترمه أكثر لأنه يحترم المنتخب الجزائري وجابه يفرحنا ويرفع عالم الجزائر عاليا لأنه العاطفة الزائدة في كرة القدم ما تبنيش منتخب بالتهدمه كرة القدم مبنية على الإحصائيات على الأرقام أنك لاعب حاليا في المستوى التاعك مرحبا بك تفضل وألعب وقدم لنا الإضافة ما قدمتش الإضافة كائن مدرب هو اللي يغير وهو اللي يدخل لعبين ويتحمل مسؤولية كل تغييراته وكل قراراته والآن باش نتكلموا على عبد القهار قادري المتألق والرائع والمبدع حاليا في الدوري البلجيكي يقدم في مستوى جميل جدا ورائع إن شاء الله يكمل ويستمر ويقدم هذا المستوى الرائع اللي رانا نشوفوه المباراة اللي فات عبد القهار قادري قدم تمريرة حاسمة وكان هو رجل المباراة مباراة اليوم قدم مستوى رهيب وغير عادي ما شاء الله له قدم تمريرتين حاسمتين وسجل هدف التعادل اللي فارقه وكان هو رجل المباراة man of the march بشدارة وباستحقار هذا اللعب نقولها بكل صراحة أنه يستحق مكانه في المنتخب الجزائري وإن شاء الله جمال بالماضي يستدعيه باش نستفادوا منه لعب صغير في السن إمكانياته كبيرة وقابل للتطور عمره فقط 20 سنة إن شاء الله نتمنى ولو كل التوفيق ونتمنى أن يشوفو محترف في فريق كبير في أوروبا لما لا مستوى يسمح له بذلك إن شاء الله نتمنى ولو كل التوفيق هذا اللعب عبد القهار قادري نشبهه بواحد اللعب جزائري كان معشوق لكل الجماهير الجزائرية ولا زال الناس يحبه بزاف ولكن صار دولي سابق شكون هو هذا اللعب يا ترى اللي هو اللعب الدولي كريم زياني على شبهته لي بحكم القامة قصير كيف كيف طريقة اللعب وصناعته للعب لاعب مهاري وسريع جدا كذلك عبد القهار قادريك تشوفو كيفاش اللعب جرينطا عزيمة إرادة يعني يتضارب معك في أرضية الميدان تفوت انتا والكورة ما تفوتش يتقاتل يدير كل شيء إن شاء الله نشوفوه دائما في المستوى العالي ونشوفوه معه فريق ونادي كبير كل الحب والاحترام لهذا اللعب الرائع الرائع